إذا كانت تلك الصرخات وهذه المطالبات لم تسمع العالم المتحضر فلحل هذه التبهرات في ألمانيا زعيمة الاتحاد الأوروبي قد تسمع هؤلاء هم لاجئ الروهينجيا الذين قدرت تعدادهم منظمة هيومان رايسووش بمليون لاجئ في بنجلاديش يواجهون احتمالا ضئيلا في العودة بأمان إلى ديارهم بعد ست سنوات من مأساتهم الواضحة للعيان والتي تغاضى عن رؤيتها المجتمع الدولي في الخامس والعشرين من شرياب عام 2017 وما بعدها شن جيش ميانمار حملة من الفضائع الجماعية في ولاية أراجان وبحسب هيومان رايسووش فإن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أخفق في تحميل قادة ميانمار المسؤولية عن الجرائم ضد الإنسانية وعمال الإبادة الجماعية ضد هؤلاء المستضعفين في مخيمات مترامية الأطراف يعيش مئات الألوف من اللاجئين الروهينجيا ممن فروا إلى بنجلاديش منذ عام 2017 في ظل القيود المتزايدة على أيدي السلطات في ميانمار التي تمنع عودتهم إلى مناطقهم وذكرت المنظمة أنه لا يزال هناك نحو ستمائة ألف من الروهينجيا في ميانمار يحتجزهم فعليا المجلس العسكري في ظل نظام الفصل العنصري الباحثة في المنظمة شاينة بوشنر قالت إن اللاجئين الروهينجيا على جانبي الحدود بين ميانمار وبنجلاديش محاصرون ومحرومون من جنسياتهم ومن أبسط حقوقهم في انتظار العدالة وفرصة العودة إلى ديارهم فهل سينصفهم المجتمع الدولي الذي لا يعرف من العدالة غير تلك المرتبطة بالمصالح؟ اشتركوا في القناة